يخلط بعض الناس بين المسألتين فيظنون أنه لا جمع في يوم الجمعة بين الظهر والعصر وهذا خطأ وإنما الذي لا يجمع إلى العصر هو صلاة الجمعة ومن المسائل المهمة المتعلقة بالجمع أنه لا يجوز جمع العصر إلى صلاة الجمعة فلا تجمع صلاة العصر إلى الجمعة لأن ذلك لم يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما الوارد هو الجمع بين الظهر والعصر والجمعة صلاة مستقلة ولأن سبب الجمع موجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يجمع ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا الحديث ولم ينزل من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام فسبب الجمع موجود ومع ذلك لم يجمع ولأن هناك فرقا في الأحكام الفقهية بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة ومع وجود الفارق لا يصح القياس وهذا أعني عدم الجمع بين الجمعة والعصر لمن صلى الجمعة أما من لم يصلي الجمعة بأن كان مسافرا ولم يصلي الجمعة بل هو سائر في طريقه فيجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر ولهذا يخلط بعض الناس بين المسألتين فيظنون أنه لا جمع في يوم الجمعة بين الظهر والعصر وهذا خطأ وإنما الذي لا يجمع إلى العصر هو صلاة الجمعة أي من صلى الجمعة أما من لم يصلي الجمعة لعذر كمريض ومسافر فيجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر كبقية الأيام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر